تخطيط وتنظيم لتطوير مهارات قادتها بدقة وكتابة الهدف وتحقيقه جمعية كشافة الكفيل تستمر بفعالياتها تطويري لفئة الشباب إذ إنها قامت مؤخرا دورة لإدارة المشاريع بالتعاون مع الجمعية العراقية المختصة بهذا المجال الخطوة المباركة التي قامت بها العتبة العباسية المقدسة في رعاية الشباب والاهتمام بهم وتنميتهم من أجل تكاملهم لخدمة وطنهم ودينهم جمعية كشافة الكفيل هي أحد المهام التي قامت بها هذه العتبة برعاية الشباب والناشئة نحن بدورنا كجمعية إدارة مشاريع هذه الجمعية هي جمعية علمية مؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرامج التي نقدمها هي في إدارة المشاريع تسعى جمعية كشافة الكفيل من خلال هذه الدورات إلى أعداد قادة فاعلين ومؤثرين ونحن اليوم في دورة مهمة دورة إدارة المشاريع هذه الدورة ستمكن قادتنا في جمعية كشافة الكفيل من كتابة البرامج والمشاريع اللي راح يكون من خلالها نستطيع أنه نحقق الأهداف الدقيقة لكل مشروع اللي يتصب من خلالها التحقيق الرؤية الخاصة بجمعية كشافة الكفيل وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال هذه الدورة برنامج أولي لإعداد قادة لإدارة المشاريع وفق رؤى علمية معتمدة عالميا بمنهجية حديثة تستمر لثلاثة مستويات بواقع ثمانين ساعة تدريبية لكل مستوى بما يسهم في اكتساب المهارات الإدارية الكافية من أجل الوصول إلى النجاح في إدارة الأعمال الموكلة إليهم حقيقة قادت كشفي استفادية كثيرا من هذه الدورة دورة إدارة المشاريع علمنا منه أنه شون ندير مشروعك بشكل جيد تحصل على انتاجات جيدة بشكل مدروس أنه شون من عمليات البدء إلى آخر العمليات التي هي عمليات الإغلاق في إدارة مشروعك استراتيجية سعت من خلالها جمعية كشافة الكفيل لخدمة البلد بالاعتماد على فئة الشباب بإقامة فعاليات ونشاطات عديدة لا سيما إقامتها هذه الدورة لإعداد قادة لإدارة المشاريع